النهاردة الدكتور مصطف مدبولي كان عنده اجتماع مهم الاجتماع ده عشان التكليف الرئاسي بتخصيص 100 ألف شقة مفروشة بنظام الإيجار للشباب المقبلين على الزواج شاب عايز شقة عايز يتجوز معه اشتمن التمليك مش قادر على سعر القانون الجديد الغالي والمبالغ فيه طيب الراجل ده يعمل ايه؟ الشاب ده يروح فين؟ وعايز يتجوز فكانت المطالبة الرئاسية بضرورة توفير وحدات سكنية المئة ألف وحدة سكنية مئة ألف شقة تكون حديثة مفروشة فرشة كويس جدا وتكون بسعر إيجاري مناسب إيجارها معقول يناسب الشاب البسيط الصغير ده هيتجوز ويكون كمان موجودة ومنتشرة في أماكن كتير على مستوى الجمهورية وفي أماكن حضرية ومدن جديدة طليق بالناس النهاردة دكتور مصفى مدبولي كان ليه اجتماع مهم في هذا الإطار وسيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية دكتور أسماء الجزار كان موجود تم استعراض هذه الدراسة اللي اشتغل عليها وقعدها سندوق الإسكان الاجتماعي عشان الوحدات المقترحة النهارة رح نتكلم في مئة ألف وحدة مئة ألف شقة مفروشة بالكامل هتبطرح للإيجار بسعر كويس النهارة تم مناقشة الأماكن اللي هيتم توزيعها الأليات اللي على الأساسها هيتم من خلالها يعني اختيار هؤلاء الأفراد أو الناس دي فين هتروح فين الأماكن الشوء المتاحة بالنسبة لهم كمان فكرة تأسيس الشوء دي وفرشها يا طرى التمويل ده هيجي منين مين الشركات اللي هتفرش مش أي فرشة هيتحط أمور كتير في هذا الإطار كمان الجهة اللي هتتولى التعاقد مع الشباب وتحصل الإيجار الشهري منهم ليكن الإيجار الشهري ده مثلا مجنيه 200 جنيه 500 جنيه أيا يكن بقى الرقم أيا يكن الرقم أكيد فيه اشتراطات أكيد فيه جهة هي اللي هتتولى وهتكتب مع الشباب دي العقود وهي اللي هتقوم بالتحصيل الشهري كل هذا الإطار حقيقة ده شيء محترم جدا ونتمنى أنه هو ينجز في أسرع وقت ممكن لأن هنا هيفك أزمة كبيرة جدا بالنسبة لناس كتير وشباب كتير مقبلين على الزواج توفير 100 ألف شقة وال100 ألف شقة الشيء كمان الجميل فيهم أنه مش بس هيسلم هالحطان لا ده هتستلم الشواء مفروشة يعني عايز يتجوز مش هيقف بقى على التلاجة وعالغسالة وعلى قط النوم لا هتبقى مفروشة مؤسسة بفرش محترم يقدر أي شاب اللي هو عايز يتجوز يعني في هذا الإطار أو بالميزانية دي يقدر أنه كان هيشتري الحاجات دي هو بنفسه النوع ده من التلاجات الفرش ده السجاد ده النجف ده هو كان هيجيب الحاجات دي فبالتالي هيلاقي ده موجود في الشقة دي في مشاريع الإسكان دي هتكون مفروشة ومتاحة لي للإيجار وبسعر معقول أو بإيجار معقول يقدر أنه هو يدفع هذا الإيجار بدل ما يروح في أماكن عشوائية في مجاهل المجاهل وهيدفع فيها الشئ الفلاني في الإيجار القانون الجديد وبعد كم شهر يقول له لا أخرج ده أنا عايز أبيعي الشقة ولا أجرى لحد تاني والأمور حرككم عارفينها في القانون الجديد وبيحصل عدم استقرار في هذه الأسرة المكوانة حديثا فهذه الخطوة الحقيقة أنا شاف أنها وناس كتير بترى أنها خطوة هتحمي هذه الفئة من الشباب المصري اللي محتاج أنه يجاوز بتكاليف بسيطة بإيجار بسيط ويا سلام لو الشقة تكون مفروشة وهو ده الحقيقة اللي بيناقش حاليا وناقشه النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء